اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبالكوينز ريب التسليم وبيدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط كود الخاص الموجودين تحت بالدسكريبشن وايضا متجر ليجندوي بيوفر كوينز باسعار جدا مناسبة ومساوي عروض بالفترة الحالية وطرق الدفع تحويل بنكي للبنوك السعودية وطبعا طرق التواصل مع هالمتجر كله رح بتلاقوه كمان بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته من ارعوه وصوري جيمير معكم اليوم مقطع جديد من سلسل تحديات الفوتودرافت انا بهذا المقطع تحدي جدا اصطوري رح بيكون واللي هو تحدي فوتودرافت الغمد واختار من زمان عن التحدي غمد واختار اللي هو يعني يعتبر من اصعب التحديات اللي بتكون بالفوتودرافت فبتميلة بالما نبدأ دعم اكبر زر ليك وتشترك بالقناة وحش اذا ما كنتم تشترك اول ما نوصل 7500 لايك على هذا المقطع فرح بنزلكوا التحدي الجديد اذا وصلنا هذا الرقم اليوم ف فرح بنزلكوا التحدي الجديد اليوم بالنسبة للناس اللي عم تسألني عن سلاسل الماستر ليج ونمط المهنة وهالسلاسل الثانية كفا ان شاء الله راجع لقريبا بس حاليا مشغول شوي بالدراسة فمشان هيك مالي عم بنزل غير فوتودرافت فبتمنى فهمتوا اه قصدي وخلينا ندخل الان ونشوف التشكيلها طبعا انا بختار التشكيلة والكابتن والباقي كله منغمض ومنختار فعنا تشكيلة 4231 اه في شوية خطر جيدة يعني بس رح باخد 4231 طبعا بختار الك كابتن وبعدين بغمض وبختار جميع اللاعبين فباسم الله يارا بيجينشي كابتن هيك يكون ممتاز لان الكابتن دايما سيين عم يجوب شوف والله لو غمضت واخترت ما فرقت شي بصراحة يعني ما في ولا لا شوف LM اذا اخدته بيحطوه LP ليش طيب ليش اخد هكوين لا لا ما بدي رواحي بركز الاستي على هيك عاها فخلص رح باخد بايات هاي اسوأ لايب رح اخد خلص رح بغمض الان وبختار كل اللاعبين فخلينا نشوف اللاعب هادا بسم الله الان طلعوا كل اللاعبين فبختار اللاعب التاني هاد وبسم الله لوكاكو اوكي جيد يعني طبعا انتو كتبولي تحت مين اللاعبين اللي راحوا علي فان شاء الله الله يستر مايروح علي هيك شي عايبة اساطير خلينا نشوف اللي بعده بسم الله اوكي هيك ظهروا اللاعبين رح اختار الرابع هذا الاول الثاني الثالث وهذا الرابع بسم الله اوه ولا خط لحد الان يعني واو خليني روح شوي على احتياط اختار هذا المركز وبسم الله بنشوف يلا 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 رح اختار هون اللاعب الثالث اي اللاعب الثاني اللاعب الثالث بسم الله يا رب يا جماعة شو هاد شو اللاعبين هدولي وين البطاقات مفي ولا بطاقة عليها الكلام خلينا نشوف هاي رح اختار الاول هاي فورا يلا ها اختار الاول اخيرا خط هيك بالتشكيلة اخيرا خط حتى لو اصفر بس افضل من لا شي خلينا نشوف بسم الله ما بعرف كمين اخد الرابع ممكن هذا التاني الثالث الرابع بسم الله اوكي خط كمان صار عنا خط تاني بالتشكيلة مع انه كل اللاعبه سايقين بس ما في مشكلة مون رح اختار اللاعب الثاني لانه كتير ما عسله تيم افذهير بيكون اللاعب الثاني عادة عادة يعني فبسم الله يا الله والله دايما ما رسله تيم افذهير بيكون اللاعب الثاني بمركز الالبي هالمرا لا خلينا نشوف هون رح ااخد allICES هذه المرة بسم الله يارب كودين حلو حلو يا يا خوفي باسمين يكون راح علينا لما طلع اللنا كودين ما في مشاكل ملاحظين انه كل البطاقات عادية ما عادة بطاقة انفورم واحدة يعني شي غريب بصراحة خلينا نشوف الاحتياط شوي بسم الله اللاعب الاول هون يلا بسم الله اعطيني الاول فورا اوه حلو بندي والله خطير خطير 87 لاعب جيد جدا نشوف هذا المركز بسم الله رح اخد هون الرابع ما بعرف محتار بين الرابع والخامس هاد الثاني الثالث الرابع بسم الله السنسي جناح المشكلة الخطة ما في اجنحة نشوف هاد المركز يارب ما بعرف مين اخد اخد هادا هيك الخامس يا جماعة انتو شو بضعك انتو والأظهرة ما بدي أظهرة انا ما بدي بدي لا عيبة مهاجمين انا بدي هاجم ما بدي داقة خلينا نشوف هون رح اختار الخامس هالمرة ان شاء الله الخامس يكون ممتاز الاول الثاني والثالث الرابع والخامس بسم الله شكرا شكرا على لا شيء طيب كمي بسم الله يا رب يا رب عادل عيبة ممتازين خلص اعمل سكيب هيك اختار الثالث ماشي جيد اسينخو يعني افضل من لا شيء او بيشبك مع هذا الاسباني تعال التنغم تسعة واربعين واو شكرا يلا كمي كمي خلينا نشوف رح اعمل سكيب واختارنا اللاعب الثالث هاد هذا بسم الله اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هذا الرابع مانولاس ماشي جيد خلينا نشوف هاد رح أختار هون اللعب الأخير بسم الله عطينا هذا اللعب دوري اسباني حلو والله تعال خلينا نشبكو معا جودين تناغم صار 64 جيد يلا بسم الله منشوف هون عطيني الرابع حاسسوا الرابع في لعب ممتاز كنت مفكره كنت مفكره نيمار لما شفت علم البرازيل بس طلع جابريا الخيسوس ماشي جيد دوري انجليزي على الاهل يشبك لي هيك مع العناصر هاي تبع الدوري الانجليزي بسم الله خلينا نشوف هوني رح أخد اللعب الأخير بإذن لا لعب ممتاز يلا بسم الله آه 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 الله عالم شو رح هلا يكتبوا لي بالتعليقات خلوني هيك انصدم بس خلينا نكمل بسم الله يلا 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 أعطوني اللعب الرابع يارب يارب اوه اوه اه يه diplomatic 97 يا السلام يا السلام والله يا حلو صح انه اللعبين الممتازين كلهم دفاعيين بس يلا ما في مشكلة خلينا نشوف هون يارب يارب هات الخامس هلمره آه فضيين طيب أوكي الحارس رح أخذ الأول سومر 89 ولله حلو بس ما رح بيشبك مافي مشكلة بقيلي مركزين خلينا شوف الظاهير اليمين وبعدين منشوف الاحتياضي هداك آخذ الثاني ان شاء الله يكون ممتاز كلاين جيد يلا آخر مركز عنا الخامس الخامس بسم الله مين هاد هاد المعفن هاد الارجنتيني آه شوفوا التشكيلة معدل 85 وتناغم 73 التشكيلة جدا تعباني بصراحة والله اعلم شو راح عليه لعيبة صح طلعلي دي خيه وطلعلي كانتي بس انا ما عندي فكرة عن لعيبة اللي راحت عليه فحاليا رح ضبط التشكيلة على قدر الامكان وبعدا رح ارجع لكم اوكي هي التشكيلة اللي طلعنا فيها يعني اسوأ تشكيلة درافت ممكن انها تطلع لك او انه كعناصر يعني فتناغم 69 اسوأ من هيك مافي بصراحة فعننا شوية تبديلات هيك ما نزله داخل المباراة بس بنشوف لنا شي مدرب يزبط لنا التناغم حلو فيه دوري انجليزي هذا 73 وهذا 70 فناخد هذا المدرب وبصير عنا التناغم 73 الاعتماد الكبير رح بيكون على قبري الخيسوس المهاجم ودفاعيا على كانتي رح بيكون والتبديلات ايضا رح بقلكن عليها داخل المباراة فخلينا الان نطلق على المباراة وان شاء الله انه نحسن نعمل شي ونقدم مستوى جيد فخلينا نشوف تشكيلة اللي ضدنا بسم الله اه 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 اوكي اوكي مارادونا نيمار كافاني مارسيلو ازرق ارنولد وتياغو سيلفا واو واو اوكي خليني بدل وشوف شو محتاجين رح بنزل قودين مكان اسنسيو كلاين ممكن ان يخلي حاليا عندي اصغيرة جيدين مندي وغريمالدو اه اه مين بدل ننزل كمان لا خلينا ننزل مانولاس طلب دفاع وبيبقى لي تبديل كمان اللي هو رح بيكون بايت بمركز الكام فان شاء الله تشكيلة هيك تكون جيدة غريدل هدا ما بعرفش اللون رح بيكون اداءه بس ان شاء الله خير باذن الله انت من حيهر فالحبار هو خذني جيدة خذني جيدة لن اتصرف فالرأة فالحوط لحى وان النصار بداية امضح خذني جيدة الفلوحطة لا يحافظ امضح يجب ان نفعل خذني ترجمة نانسي قنقر 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 مرحباً 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 سواء يا الله على الدفاع التعبان يا الله صحيح لا يعيش الحمد لله عندي أصغر لدي أصمار ممتازين نعم بيتي شوت الأول بنتيجة أربعة واحد والله خمس أهداف بشوت ماتوقعت أن التشكيلة يعني 90 دقيقة تسجل أربعة أهداف لحتى تسجلها بخمسة وأربعين دقيقة يعني التشكيلة واو يعني كل اللعابة مقدمين شغل جيد يعني من قدر نقول هالشي فخلينا ننطلق الان على الشوت الثاني الله يا دخية واو لوكاكو الله وحش وحش لوكاكو غابرييل والله الحارس صده يلا يلا جريمالدو هاي تالت ركنية بتجيني بهالمباراة تمام فورجينا عبقريتا والرفعة ها المرة لا هالمرة لا روح روح سيغيرتسون سيغيرتسون يلا انطلق ما في فرصة ما في فرصة كانتي لوكاكو اوه يا لوكاكو يا لوكاكو والله الله 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 والله هدف والله هدف والعروح شوف 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 الشوطة شوف الشوطة انتي يا الله ما في فرصة شهاكو كف كف صغرر وبيوت يا الله على عرضه واو شفتوها شفتوها كيف كيف والله كانت بالتسعين، هاي، ليش تخطى الإعادة من حاله؟ تعال تعال الله الله يا طييت الهدف السادس من المباراة، ستة واحد باريسونجرمان وبرشلونة صارت المباراة يا الله، والله، التشكيلة بدعت، يا أخي ما توقعت هيك تشكيلة تؤدي هيك أداء يعني مستحيل فعنه والله الخصم ماله سهل يعني، ما بقول عنه هل ممتاز، بس كمان مستوى مسيئ يعني شوف كيف عم يلعب بصات حلوة، بس نحنا عم نحاول نقطة، وعننا كانت أهم شيء روح روح روح، يلا 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 أنت أسرع، أنت أسرع، روح لا يلا يلا يا الله، ليش أنا، ليش أنا رحت رافعها من فوق وتغابيت يلا يا الله، يلا هاهاهاها هاي، سبعة، 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 يا وحش، سبعة، والله، يا أخي، بتشكيلة أسطورية أسطورية، قد ما بحكي، قليل فيها، واو، واو، على الإبداع لقد أستطيع أحكيم القوة، أنا أتحرك أن أتعامل مع هذا اللعب أجاب علي مرحلة مرة أقسم بالله بضرافت مليضرافتات لو تذكروا يعني آووو راح 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 بايت 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 لا والله توقعت جايل عند مهاجم بحرام يا الله كان فيني يلعب بصم الأول بس اللعب كان متسلل هرب هرب شوف 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 الدفاع والروح والأسرار يلا استيجارتسون، روح استيجارتسون، روح يلا يا كانتي حرام يا أخي حرام على عرضه حرام أجتنا عرضتين صح بهالمباراة؟ والله يا حرام انتهت المباراة يا أخي المباراة؟ واو، فقاليا مباراة بدعنا فيها السطير كانوا اللعيبة بهالمباراة كفو 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 كل واحد بدع ما في لعب يعني ما قدم مستوى رهيب سيجارتسون نجم المباراة سجل هدف وصنع هدف جابريال سجل هدفين بايت سجل هدفين لوكاكو سجل ودياقو جودين سجل جريمالدو صنع هدف اللي هو بالركنية الثانية الركنية الأولى نطحها جابريال خيصو الصد الحارس وبعدين تكملت بالمرمى لكن والله القيبة كلها بدعت بها المباراة والحمد لله أنه فزنا سبعة واحد يعني مو نتيجة سهلة سبتاشر هجمة عشر على المرمى حسن أنه مفوز بنتجة سبعة واحد فبهيكم نقدر نقول أنه وصلنا لنهاية هذا التحدي وفزنا فيه طبعاً فشكروا لكل واحد تابع المقطع ولا تنسوا تكبولي اقتراحاتكم للتحديات الجاية تحت بالتعليقات وأكيد أنا دائما بشوف الاقتراحات اللي بتجي وبطبقه وأيضاً رابط حسابي بإنستجرام بتحت بالدسكريبشن روحوا وتابعني عليه واشتركوا بالقناة وضغطوا لايك يعني هن الضغطين ما رح يقصروك أي شي لكنك رح تساعدني فيهم بشكل كبير فشكر لكل واحد تابع المقطع فبس أدريك أنا عندي اليوم بأمان الله اشتركوا في القناة